شكرا نانسي ونبدأ الصحف اليوم من الأخبار التي كتبت الحريري يرفع الفيتو الطائفي المحاسبة في قطاع الاقتصالات ممنوعة مقتطف من هذا المقال في الأخبار تقول فيما رفض كل من الوزيرين محمد الشقير وجمال الجراح علنا تلبية دعوة المدعي العام المليء القاضي علي إبراهيم للاستماع إليهما بشأن بعض المعلومات التي أثرتها لجنة الأعلام والاتصالات كان الحريري يفعل اتصالاته سرا في تجاه حزب الله للتساؤل عما إذا كان استدعاء الوزيرين الشقير والجراح حصرا وتحييد وزراء آخرين من غير تيارات والمقصود هنا الوزير السابق الأولى الصحناوي هو استهداف سياسي للمستقبل علما بأن النائب حسين الحاش حسن رئيس لجنة الأعلام والاتصالات سبق أن أكد في أكثر من تصريح أن ما تقوم به اللجنة ليس استهدافا سياسيا لأحد بل إنما يحصل له خلفية إصلاحية هذه اللغة استخدمها شقير نفسه مع الحاش حسن إذ اتصل بعضو كتلة الوفاء للمقاومة وذهب في محاولاته بعيدا لفرملة عمل اللجنة من خلال الإدعاء أن استدعاءه وسلفه الجراح من قبل المدعي العام المالي علي إبراهيم يظهر كأن الاشتباك في ملف الاتصالات هو سني شعي خصوصا أن إبراهيم شعي والملف سينتقل أيضا إلى ديوان المحاسبة الذي يرأسه قاد شعي وتبحث فيه لجنة الأعلام والاتصالات النيابية التي يرأسها نائب في حزب الله تضيف الأخبار تساؤلات كثيرة طرحها أعضاء في اللجنة حول ما إذا كان وزير الاتصالات يسعى إلى كسب الوقت خصوصا أنه في اليومين الماضيين لم يتوقف عن تطمين محيطه بأن القصة بالسياسة وتحل بالسياسة ويعتبر هؤلاء أن قرار الحزب عدم المشاركة في المناظرة هو نتيجة تخوف مشروع وتجنب لمواجهة مذهبية يريدها المستقبل لكون شقاير لا يؤتمن جانبه وربما يذهب فعلا إلى تغليب اللغة الطائفية والمذهبية خلال الحلقة على حساب الجانب التقني والمالي لتضيع الحقيقة لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن تمرد وزير الاتصالات وما يقف في ظهره لا يمكن النظر إليه أو التعاطي معه على أنه سلوك مواقت بل تمرد متكرر ستستمر اللجنة في مواجهته من خلال استكمال دورها الرقبي كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام والتأكيد أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار عفوا ننتقل إلى الجمهورية كتب عماد مرمل في الجمهورية قصة تلويه عون بالتفاوض مع سوريا يقول مرمل للصبر حدود هذا ما يحي به الرئيس مشال عون في معرض مقاربته ملف النازحين السوريين الذي يضعه ضمن أولوياته الأساسية يمكن القول أن المعادلة واضحة بالنسبة إلى عون عندما تصبح كلفة الحوار المباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد لتسهيل عودة النازحين أقل من كلفة بقاء هؤلاء على الأراضي اللبنانية فإنه لن يتردد في حسم خياره والتواصل على أعلى المستويات مع دمشق ويلاحظ عون أن البعض في لبنان تحسس فورا من موقفه وسارع إلى التشويش عليه كأن زيارة دمشق حصلت وانتهى الأمر ويلفت إلى أنه راعة كثيرا طيلة المرحلة السابقة بعض المواقف والحساسيات الداخلية ويضيف صدقوني أنا لا أمزح ولا أناور عندما يتعلق الأمر بمصير لبنان وبالتالي كونوا أكدين أنني سأفعل كل ما هو ممكن لأزح عن كاهله أعباء النزوح أما التوقيت فأنا أختاره وفي الانتظار تفيد المعلومات أن مستشار عون الوزير السابق بيار رفول لا يزال يواضب على زيارة دمشق من حين إلى آخر ولقاء كبار المسؤولين فيها للتشاور في الطريقة الأفضل لمعالجة قضية النازحين إلى جانب البحث في أمور أخرى تهم الدولتين مع تلويح رئيس الجمهورية باحتمال حصول حوار مباشر بينه وبين الدولة السورية باشر رفول تحضير الأرضية لأي قرار قد يتخذه عون في هذا الاتجاه ننتقل إلى اللواء كتب عمر البردان في اللواء مؤتمر أبو ظبي وزيارة الحريري للسعودية رسالة دعم للبنان وحكومته استغرقت تحضير للمؤتمر كمعلمة اللواء من مصادر وزارية وقتا طويلا في إطار الحرص الإماراتي على توفير كل مقاومات نجاحه وهذا ما تمثل بحضور وفد وزاري واقتصادي رفيع رافق رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته وملاقيه الوفد اللبناني ترحيب من المسؤولين الإماراتيين وقد أبدت أكثر من شركة خليجية استعدادها لدراسة فرص الاستثمار في لبنان الذي يعتبر محطة جذب إقليمية للمزايا العديدة التي يتمتع بها وتجعله مقصدا للمستثمرين ليس من الدول العربية وإنما من جميع دول العالم وتشير المصادر الوزارية تقول اللواء إلى أن تنظيم مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني ومسايله من زيارة سيقوم بها الرئيس الحريري للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع لتوقيع اتفاقيات اللجنة المشتركة بين البلدين يؤكد بوضوح على أن الدول الخليجية لم تدخل عن لبنان وهي لا تترك مناسبة إلا وتحاول اغتنامها والآن ننتقل إلى الشرق الأوسط كتب محمد شقاير رهان على تدخل عون لتأجيل خلاف محصصة الوظائف يقول محمد شقاير نقلا عن مصادر نيابية لبنانية بارزة قولها أن الرهانة لا يزال معقودا على تجاوب رئيس الجمهورية ميشيل عون مع الدعوات التي تناشده بأخذ المبادرة وطلب تأجيل دعوة البرلمان لعقد جلسة مناقشة الرسالة التي وجهها إليه وفيها تفسير المادة 95 من الدستور وأكدت أن تجاوبه سيدفع حتما باتجاه تأجيل الجلسة المقررة في 17 الجاري للنظر في مضامين رسالته وكشفت هذه المصادر للشرق الأوسط أن اجتماع هيئة مكتب المجلس شهيدة مطالبة النائب عن التيار الوطني الحر على عون بأن يبادر شخصيا إلى التواصل مع رئيس الجمهورية ناقلا إليه الرغبة بتأجيل طلب مناقشة البرلمان لرسالته الموجهة إليه حول تفسير المادة 95 لكنه أحال الطلب على نائب رئيس البرلمان إلي الفرزلي الذي لم يتردد في تولي هذه المهمة خصوصا أنه العضو الأبرس في تكتل لبنان القوي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل يضيف شقير أكدت المصادر أن الفرزلي التقى لهذه الغاية رئيسة الجمهورية طرح عليه وجهة نظره ولفت إلى أن عون أصغى ماليا إلى وجهة نظر الفرزلي ولم يبدي رأيه في تأجيل هذه الجلسة لقطع الطريق من وجهة نظر نائب رئيس البرلمان على إقحام البلد في نقاشات قد تترتب عليها انقسامات هو في غنى عنها الآن تفاصيل أكثر في الشرق الأوسط الختام مع الرأي الكويتية حسب أوساط الرأي فأن الحريري الذي جاءت زيارته الدولة التي قام بها أو زيارة الدولة التي قام بها للإمارات وما رافقها من حفاوة وخلاصات بمثابة فك عزلة عن العهد الذي تعاني علاقته مع بعض الخارج المؤثر من أزمة ثقة المؤثر من أزمة ثقة يحاول من خلال دعوته الضمنية للفصل بين الجناح الإقليمي لحزب الله وجناحه الحكومي إرساء معادلة يخاطب من خلالها المجتمعين العربي والدولي على تخوم أربع محطات أوروبية ورابعة سعودية له في الأسبوع المقبلة وذلك على قاعدة عدم التخلي عن التمييز بين الحزب والدولة وتاليا تعزيز الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للبنان لتفادي انهياره وتركه يقع بالكامل في أحضان إيران تضيف رأي الكويتية فيما سوقف بعض الدوائر السياسية تشكيل الإمارات ما يشبه الرافع لمرحلة استهدنهاد الدعم الخارجي للبنان وذلك رغم التهديدات غير المباشرة التي وجهها أكثر من مرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لها طرحت سريعا علامات استفهام حول التأثيرات الداخلية لكلام الحريري باسم الحكومة وموقف رئيس الجمهورية وحزب الله منها بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف لهذا اليوم